1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 عيد للعشرة عيد للعشرة أول بالك يا صاحبنا عيد للعشرة أول بالك يا صاحبنا شو أخبار كيف حالك لأ أول بالك واقف فكر حلل فسر بعضين قرر لازم تغير لحق حالك هشغلش بالك قوعى تكون متحير السفن الغلق ببين والله مش مستهلة تعملش من الحرب بقبة المشكلة الصغيرة بتنحلق بس لكبيرة سعبة ما تخليش غضبك يعميك واحترم كل اللي حواليك اسمع مني وبسمع منك هاي القصص بدها هيك أبو الشريك كلنا أولاد بلد وحدة وإذا زبطنا الحارة لنكون زبطنا الدولة قوعك تستسلم من أول جولة خليك متبسم حياتك بتصير سهلة عيد للعشرة طول بالك يا صاحبنا عيد للعشرة طول بالك يا صاحبنا ما تحصل؟ لا يزلنا خلص حكاك علينا يشعد مساكم مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بعيد للعشرة كتير شباب ممكن يقولوا شو هالبلد التعباني؟ الواحد بس يخلص امتحاناته ويغير جو ما بيلاقي مكان يروح عليه يعني أكتر إشي ممكن يلاقي مطعم وما يقدر يدفع فتورته من أصله شو صار مع أبطال مسلسل عيد للعشرة؟ هلأ أنا وياكم رح نعرف مع بعض من حلقة إنقاذ كلب حلقة إنقاذ كلب سيناريو سعيد أبو معلى خلونا أنا وياكم مشاهدينا نشاهد الحلقة مع بعض من بعد هنرجع نناقشها ونحللها موسيقى موتوتوتوتوتو سكرت العلامة؟ أه سكرت العلامة رسمي شو الأخ بوه؟ ستكنا نخلص يا زبا شكلك ناجح من وجهك ناجح إن شاء الله يالله مني على وفتك هاين والله من نروح نطوش شديد الليل هي اليوم انسى حبيب سلاميات اوه شو سويدو؟ دكشتك وانا خلص اليوم من نصيح على البلد عرم الله واننا اللفل بنلعب اليد وكل شيء اوه صح انت عليك دعب للزيجن صح؟ صباحي اليوم ليه صباحي يالله روحي شروعي وان نقاحنا السماء يحتاجنا صموا احفظوا صموا احفظوا صموا احفظوا خلاص عدتت حجز بالتاريخ اكل 3-0 وفهمنا خلاص عدا بيخسر 3-0 ايام وقت طلاني في الحارس قاعد و شو ميره؟ كلب هذا شو وقعوا باديهم؟ بلا هبش تكتخدم ها نستطيعون يزاما شو نسيبه؟ لازم ننقذوا هالا شو تنقذوا هالا؟ شاعدتين الولاد وين رحتوا يا مجانين؟ انكم تحطوا عونكم باقول هام ارجعوا ارجعوا زحمة ايه ادوني يا زحمة بالله عليكم في احلام الدينية بدون امتحنات وهمهم الدراسة ودروس وواجبات بذبار دوش كيرو بحب التواصل هاي يزاما خلصنا عاد بكفنا ارجعوا 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 يزام افرجيكم على محل اواعي كون بلا اواعي بلا هام يزام حد يطلع عنا مالله عشائر ركب صبايا اواعي صبايا برد بيت بعد اواهلا امشى زامة يبقى خلينا افرجيكم على المحل اواف اوف 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 ماذا هذه يا ظلمة؟ ماذا فيها؟ لازم اكون انا بزنس مان عشان اشتريني تشيرت في هالبلد؟ داشنهم الحاكي بس كيف البلوز الصفرة؟ شفتها؟ هي كيكس اكس من هان وخطوط اشي بجنن بس سعرها ماذا سعرها؟ ماذا سعرها؟ هل هذه الاسعار؟ رفما انتم ما بتشتجون؟ على قليل تفرجنا 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 تروح على المنتزة؟ لا شو منتزة؟ خلينا افرجيكم مع كفية محترم اشي بيعشبكم اللي رحنا عليها اسبوع الماضي كاعدة حلوة واجوة بالجنن كافية شو؟ خلينا نمشي يا منتزة يا خياء صدقني خلينا ندوح الكافية ما بتندعم أسعارها مليحة؟ لكن مليحة لأسعار ماتي كلهم من أسعار لا هوا الكافية فلا تبسونا كاعدات مليحة وأسعار حبوبة اوه نورينا شباب اه بدي شاي يوم اسملي شباب شباب ملك شو شاي؟ في حاج بيجع كفية محترم اطلب شاي اطلب لك شاي تاني انا حطلب هات شكلت اطلبه زي لا والله شكلي انا ما راه هطلب ملك ليش؟ لنا سنتين هلا من اللفلف بالبنى التعبنين اطلب لك شاي كيف تطلب و تفرج 20 شكل حكاسة تعصير؟ الله هو أكبر الخاص المرة خلوها عليي أنا بيعزيمكم حلوة هاي فكرة حلوة شو رأيك؟ لا يا زمو شو تعزمنا لانت عزيمتها بلنا متحناء تشغلي هاي والله ما هي بناتنا هالمرة انا بيعزيمكم خاص المرة جاي انتو بتحزموني طب خلاص انا بشرح طلق شباب هي علينا خلاص اشرك مخزين المطعم هاي كلها طولوا بالكم شوية والله ما هي محزة الاسعر تطلعوا عنها في الصور على سابق مشكلة انو عندك فيلم نزلت عن النت؟ اخرا نور من الرعب صافي اوكي يلا نروح واحضروا ماردكم تحضروه؟ اهم في مساء عام بنحضر عندك بالبيت ابوي برداش ليش برداش؟ اللي نص نهار مننلف على الفاضي طب نيجي نحضر عندك ماليش؟ والله ياريت اخوي مساضر على الكمبيوتر من الصبح ماذا تذهب عندك؟ قليلاً منتظر العائلات ماذا؟ تجد أن أكون عائلات وحن تكون عائلات وماذا تكون معدي؟ لديك أبل كان أبيل طبعاً كيف حالي سوق ماذا؟ جيد كيف هل يمكنك؟ أنتي تقرأي؟ ممنوع سيد الخير؟ هلين؟ كيف حالك؟ هلين هلاء؟ شو خيليش ممنوع يعني لسه بالأسبوعين كنا للعائلات بس اليوم يعني عدم المؤخذة فيه لوحة مكتوب يعني ممنوع هيك؟ لا اليوم للعائلات هيق قوانون منتزه يا كبير التشافي منها ثلاثة إخوة يعني ثلاثة إخوان وروسة يعني نحن نقعد هيق نستريح شوية عشر دكاك والله مشوار عيجي حبيب أخلا؟ شو بدنا نساوي يلا؟ يلا تفضل عنه شوالي هاشا تكرارها فيك مانا أفرض بالله عليك يلعنا أبو هالقوانين هلأ صردهم يطبقوها علينا سهر سهر شوالي سهر شوالي لو أنا مش فاهل في هالبلد مش محل نتلمنو كل هوا فيه مش محل نتلمنه مش محل نتلمن إخل لها لا تفضل الريح أخل له أنا أخل له أنا محل محل اخل كم بسجانة كم بسجانة محل يمكن محل insult محل صغير محل صغير بس 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 بلين احكي معي انا اش تراهن اننا مش رح نفوت لا بنفوت كيفش طب تراهن براهن يلا براهن معك هلا بتشوف انا اليوم زفت من اول وبعين يزا لما شو حكيها لك في الفيه تحضيرات لما براه ما براه هيروحوا اللي عنا التحضيرات انا طب خلص تحكينا انه بعيد روحة الله معكم وخلص وبعدين شكتكم تسووا؟ مش قولت الله خلص واحدة روحوه عمار بالله عمار بالله تقرأ عليها شوي كده امو كهلا شكتكم تحضيرات لما نجده ولا كمشاد اللي الكلم على الصغار ولا وهو كائن مسروق هو نفسه كده امو كافأة لما نجده لو كده امو كده كلب من نوع شواوا وعلم ان نجده الاتصال على الرقم 05-0-8 او ارساله على عنوان التالي 15 شارع المحطة ولا هو جايزة قيمتها 500 شكل مبلغ محترم انت بتعرف شارع المحطة؟ شارع المحطة؟ شارع المحطة؟ انا وانت هلق من رحط طيران انت خد لي العنوان والحقنة اختهم يالله سمعت وسكي وسكي حبي احسن ماذا نفعل هناك؟ ماذا نفعل هناك؟ كان وعلاً من أولاً في السرن كان مع أولاد صغر كانوا وعلاً فقط كانوا وعلاً ضربتهم لا كانوا وعلاً فقط بيضربوا فيه ايضاً تخيلوا لي من jsه لم يضربوا يا ما بلغت الشرطة احكي لك أولاد صغر طبداً أن تقولوا شكراً يعني لك بدك أحكي لك شكراً ماذا يعني؟ ذلك لا يوجد مصاري؟ لا لا يوجد مصاري طبعاً إذا ما بتعطينا مصاري، نحن نكسل لك الضالث روح روح حبيبي، خالد خالد، مالش كارك أنا صحيح، ناس بس عمي ما اعترامي لك، إحنا ناس مربيين آه، سلمني عن مربيين سمع، خلي مصاريك إلك تقاتلكم من اللي ضرب الكلب، سعيتها بعطيكم مصاري لك خلي مصاريك إلك حلو شو نعلم هون؟ سؤال أنت ناسك مصاري؟ ناسك مصاري؟ أنا عد للعشرة، وأحمد ربنا نحن نقذ نكل أنا لا أحب أحد يؤدي الحق علينا هو ما أضحك علينا، هو أضحك أحد لما أضحك علينا، خلاص هي شغلة لله سوناها عد للعشرة، وأحمد ربنا نحن نقذنا الحيوان تمام؟ العيد للعشرة قوم البلد يا صاحبنا مشاهدين الأعزاء، رجعنا لكم بعد ما شفنا هذه الحلقة الدرامية شفنا الشباب وحيرتهم في أنهم يلاقوا مجال أنه يقضوا وقت فراغهم والمشكلة اللي صارت معهم ممكن كانت تتفاقم وتصير مشكلة أكبر هلأ بسرطنا رحب فيك ضيفنا بالستوديو السيد مراد عمر، أخصائي نفسي علاجي من المركز الفلسطيني الإرشاد، أهلا وسهلا فيك سهلا بك ومعنا كمان، مجموعة من الشباب والصبايي أهلا وسهلا فيكم أحب أن أسمع أراءكم معنا لليوم ونحلل الموضوع بما أنه الموضوع بخصكم أنتم بخص تجربتكم بعد ما تخلصوا امتحانات يمكن بتواجهوا نفس المشاكل اللي واجهت أبطال المسلسل سيد مراد نبلش معك أحب أن نسمع ملاحظاتك على الحلقة تعليقك عليها بداية بشكل عام كنت بداية أحب أسمع الشباب لأن الحلقة فيها شغلات كثيرة وسريعة وهذا إلو علاقة كمان في شباب اليوم أنه وطيرة الحياة تبعهم سريعة جدا في عالم التكنولوجيا والاتصالات والشباب قابلين للملل بسرعة يعني هم بس مخلصين امتحانات وبلشوا يشعروا بملل شبهم يعملوا وبعرفش إذا هذا بس إلو علاقة بوقت الفراغ لأنه بعد فترة الضغط والتوتر اللي تيجي بعد الامتحانات كثير الأشخاص بشعروا أنه في صارت حالة فراغ جمهورنا حابين نسمع تعليقاتكم يعني زي ما حكى الأستاذ مراد إنه الواحد بيطلع من الامتحانات ممكن يكون في كثير أشياء بباله بده على السريع يسويها وممكن عصر السرعة اللي احنا عيشينه هو السبب بالشعور بالبلل هذا تسمع لأيكم بس بالنسبة أنه أنا معك جدا في أنه كشباب أنه العصر سريع جدا وإحنا بحاجة لما أماكن ترفية أكتر وبرأيي أنه المصاري اللي بتنصرف يعني هي وجهة نظر شغل سيح تعمل أن تكون خاطئة ولكن المصاري اللي بتنصرف عشان الشارع يرد يتزفت من أول جديد ومع أنه تزفت من شهر بس كان مزفتينه وبرد بزفته من أول جديد أنا برأيي أنه هيك ممكن أنه نعمل أماكن ترفية تكون عائلية وتكون بمتناول الأسعار لأنه إحنا ما شاء الله شريحة كبيرة طبقة وسطة فهاي الطبقة فيه يعني بأواققات كثيرة بتلاقيش مكان تروع عليه تفضل سارة سارة هبقاش من رمالله رداً على الحكاية باسل يعني كثير في كثير محلات برمالله خصوصاً أنه الواحد بقدر يعني مطاعم معبغي المطاعم وكل يوم بفتح مطعم جديد وعلى تكلفة باسل يعني ما فيه يعني فيه نروح على يعني فيه مطاعم غير المطاعم فيه مطاعم أرخص من غيرها وفيه محلات أنه تروح عليها يعني مثلاً فيه البولينج اللي فتح وهي يعني مش الواحد تضل قاعد بالبيت وقاعد على الفيسبوك لا كثير يعني فيه أشياء يقدر يعملها تشعر أنه فعلياً فيه عندنا أماكن ترفيه بالمجتمع ممكن شباب يرفح عن نفسه فيه هو فيه آه بس يعني مش أنه فيه كتير محلات برا فيهم أكتر يعني فيه إحنا بكفي بس لو عمله أكتر أنه عادي فش مشكلة بس أنه مش أصلاً ما فيه ولا إشي نسمع الشباب الولا بدي أحكي إشي على الحكي اللي بتحكي فيه إنه إحنا شعب الفلسطين أول إشي إنه هي بتحكي بنفس كبير أكبر من هيك يعني أنا كطالب بحكي عن حالي بجوز إنه مصروفي يعني للأكل وشرب وهيك لا يتجاوز العشرة الشاكل فكيف بدي أروع مطعم يعني مثلاً إنه يعني أطلب مثلاً مية أو يعني عصير كولا أوكل أشرب هيك هذا الإشي ما بيزبط يعني ما بتخيل إنه هذا الإشي بيصير مية لأنه إذا أكثر من هيك يعني خمسين شاكل يومياً إحنا بندفع للجامعة يومياً رايح جاي فإنه كثير غالي المطاعم عم بجوز يعني إنه قليل جداً لإنه نروع على مطعم أوش نسمع آخر تعليق قبل ما نتقل ضيفنا تفضل في البداية بدي أعلي علي حكو الشباب إنه مش دايماً إنه يعني فيه أوكي فيه كلنا بالبلد هون داخل محدود وأغلب الفئات إنه بالمتوسطة بس بالنسبة إلي إنه مفروض المصاري أو الدعم اللي بيجي للحكومة يقدروا يستغلوا في الطريقة الصح إنه مثلاً يعملوا منتزهات عامة مش بس لفئة الأطفال كمان لفئة الشباب إن زي ما منتطلع على دول تانية يعني وزات أوروبا وهيك إنه فيه يعني حضائق عامة فيه محلات يعني يعني مش شرط إنها تكون مكلفة يعني الواحد بروح بقعده وخلاص يعني تسمع آخر تعليق تفضلي بحب أعلق عكل اللي حكوه إنه صار معها نقطة بالحكاة وباسل معها نقطة بالحكاة وباء الشباب بس برضو كتير الدعم اللي بيجي مثل ما حكوه بقدر يروح بطريقة إيجابية إحنا ما منقدر نحكو مع مجتمع كأنه بس طبقة متوسطة أو طبقة غنية فيه برضو طبقة فخيرة مش الكل حاسس فيها اللي هي ممكن كتير يتعاني من فيش أماكن اللي تروح الترفيهية فيها ببلاد برة وبأي بلد المفروض إنه يكون موجود منتزهات ما فيها ما في إلها مقابل يعني الواحد بدخل مجاني كمثال عشان يروح يلعب هناك بالنهاية هاي بلده المفروض هو يستمتع في كل جزء موجود فيها وما بزبط نطلع على الطبقة الوسطى إنه هي الطبقة اللي أنا ممكن إشي أنا بقدره بقدر عليه وبقدر محلات أروح عليها زميلي ما بقدر يروح عليها وبرده لعمرنا إحنا كشباب كتير في محلات المفروض تنعمل إلي إحنا نروح نقضي وقت ونستفيد منها وننمي مواهبنا أكتر من ما مجرد نطلع نعود بمطعم شكرا لألك ساشا نسمع لدك سيد مولاد هاي سمعنا قراء الشباب في نقاط مهمة من الأثروها ووافق إنه في مسؤولية على الدولة في توفير المرافق وأندي أو جو عام اللي بتيح للشباب إنه هم يمارسوا هوايات أو نحفزهم نحفزهم الأشياء كتيري لكن كمان في ضل هذا الجو يعني في تلميح هون لموضوع لقضايا كتيري إنه كيف بنصرف المال في حالة وجود وضع زي هيك الشباب كمان عندهم مسؤولية الشباب في بعض الأماكن في العالم لما بيكون الدولة مش موجودة أو الدولة مش عم تقوم بالدور لأن الدولة أصلا مش موجودة كمان في هون خلل عنا بنتصور إنه في عنا دولة إحنا ما عنا دولة إحنا عنا مؤسسات أو في عنا شخصيات تدير الدولة أو ميزانية لمؤسس كبيرة لكن دولة غير موجودة فكمان الشباب هون مطالبين بمبادرات إبداعية وفي كثير في العالم شباب اللي بادروا لأشياء كتيري لنشاطات كتيري الخلال في المجتمع الفلسطين إنه يبدو إنه الأطر الوطنية أو الحركات الوطنية سابقا كانت قادرة تخلق مجالات مختلفة للشباب انضمام الشباب لأحزاب مختلفة الفعالية ونشاط طبعهم في المؤسسات الجامعية والأكاديمية وخارج حتى في المجال النقابات العملية كان فاتح المجال للشباب إنهم يشتغلوا أو يقدموا أو يكونوا شاركين حتى سياسيا كان الشباب زمان في الانتفاضة مثلا الأولى وفي الانتفاضة الشعبية شعروا إنه شريك في العملية السياسية أو في المقاومة الشعبية اليوم الشباب بشعروا إنهم بالإضاءة موجودة كتير شغلات زي ما حكينا تكنولوجيا ورفاهية ممكن أكبر من ناحية اقتصادية إذا يعني بين قوسين بالأخص في حد حكي عن موضوع الطبقة المتوسطة مش كل عنده هاي الإمكانيات في المقابل مع ذلك الشباب بشعر إنه الغاي أو المعنى مش موجود الأطر أو المحفزات اللي بتطلق مثلا تحفيز الشباب اللي بلعبوا رياضة أو خلق أماكن عامي ممكن يستفيدوا منها نوادي نوادي كمان قائم عليها المؤسسات بالأساس الدولي دولي مسؤولي فينا وزارة الشباب ورياضة بالإضافة أنه وكمان على الطاولة خلا نحط على الطاولة أنه فيه إشكالية في كيف نتعامل مع الشباب هل بالفعل إن وزارة الشباب ورياضة تتعامل مع كل الشباب ولا مع حد معين من الشباب هل كل الشباب عندهم فرصة هل كل الأشخاص اللي عندهم هوايات ومهارات مثلا رياضية أو فنية بلاقوا الأطر اللي بتعطيهم مجال أو لا سيد مراد طرحون فكرة مهمة الشباب أنفسهم وين مبادراتهم وكيف يتحاولوا أنتوا بأنفسكم تعبوا وقت فراغكم اللي سمتوا وقت فراغ بشغلة مفيدة تفضلي أنا بحكي إنه الحق مش دايما على المؤسسات أو على الدول اللي مش ملاقيين إحنا إنه مكان نروحه الحق بالأساس على الشباب إنه الشب هو وين بئزة بيخلص امتحنات وبيشوف إنه صار عنده وقت فراغ كتير وبطل عنده ضغط وبنقي إنه يروح يقعد على الفيسبوك أو يقعد على التلفزيون وما يطلع من الدار بتكون هي مشكلته هو مش مشكلة الأماكن الموجودة فمثلا في ناس بيلاقوا عندهم وقت فراغ بيصيروا يوافقوا بين درستهم وبين مثلا بين درستهم الجامعية أو المدرسية ويروحوا على يعزفوا في معاهد أو يتعلموا هذا أو يروحوا يمارسوا إنه نشاطات رياضية أو إش هيك فهو بالأساس برجع لكيف الشخص بفكر وكيف الشخص بده يعبي وقته للفراغ نسمع كمان أداء حكيته أنه إذا في محلات موسيقى أو شي فني وهيك أنه برضه على نقطة الغلاء المعيشي أنه مش كل المحلات رح تصفي أنه حاطم موطي الأسعار عشان كل الناس يقدروا يدخلوا فيها أنه برضه يعني كل مجتمع مش بس عنا بفلسطين في ناس أغنى من ناس وفي ناس فؤرة فما بيقدروا كل محلات وكل المطاعم ويعملوا أنه يوطوا كل الأسعار عشان كل الناس يقدروا يروحوا عليهم أول إش اللي حقوا يعني هو مظبوط بنقطة أنه الواحد ممكن يملي وقته في النشاطات بس هلأ مثلا لما بدي يطلع مع صحابه أو بدي يطلع محل يعني ما أظلنيش فيه تنين ممكن يختلفوا أن أسعار البلد غالي لأنه بصراحة يعني هاي حسب ما أنا شايفة يعني بتقارب الأسعار السياحية يعني لما تكون يعني الكولة في الدكان شكلين واروح مثلا على كوفي شوب وإلى شغل أقليها بعشرة شكل طب إنه إيش المنطق في الموضوع إنه شو التكلوا في هاي هالقدي يعني شو أفرقت عن الدكان وعن الكوفي شوب أنا بس بدي أحكي تجربة شخصية شوي أنا صلي ست سنين بعزف قطار تمام لما بلشت لما قررت أن أعزف أنا من زمان يعني قررت أن أعزف قطار وهيك فلما قررت دورت في كل المعاهد ما لقيتش معحد إنه يناسب أنا من الأسرة متوسطة شوي كنت فما لقيتش معحد يناسب إن أنا قدرت فعله فلما بلشت أعزف حتى ما كارش معي إمكانية نجيب قطار فجبت كتاب خميل مطيت عليه ستم التطاط وبلشت أمرن في إيدي اليمين تمام فعنا تعليقا عن نقطة الأنسة إنه مش معنى إنه الإنسان ما لقاش إمكانية يشتري أو يدفع معناها بينسى الإشي اللي بدي يعمله وبروح بهرب في الفيسبوك كله على التلفزيون أو ده القاعد في البيت الإنسان ما بيرجعش هذا للموضع المادي بيرجع على نفسية إنسان وشخصيته وقدش عنده رغبة في يوصل للإشي اللي بدي أياه فمش معنى إنه هو مع عوش مصاري معناها ممكن يعمل يعني يعمل إشي مستحيل عشان يوصل للإشي اللي هو بدي أياه وهذا بمنعش برضو إنه إحنا برضو منطالب في إنه يعني إراعوا الطبقة المتوسطة شوي يعني في ناس تسأل إنه أوضاعهم أسوأ بكتير وناس عندهم أحلام أكبر بكتير من أوضاعهم فمنطالب من الناس المسؤولين الناس اللي يسمعونا إنهم نسمع كبير الشاب الولا لحظت إنه في خلط بين الترفيه والموهبة هلأ الترفيه إشي يعني لما واحد مثلا بده يطلع على مطعم أو إشي هذا يعد ترفيه أما إذا الواحد عنده موهبة من جواه وحابب ينميها طبعا بقدر يطبع حاله هلأ بالنسبة إلي أنا مثلا إنه بدرس إعلام وسنة تانية فحابب إنه أنمي موهبتي مثلا بحب إنه أقدم برامج أو هيك سواء على إذاعة أو تلفزيون فرحت على إذاعاتي كتير في رمالله وقدمت إنه تطوع يعني بدون مقابل إنه بس أطوع إنه أمارس هويتي أفرغ طاقاتي فللأسف ولا حدا استجاب شكرا لإلك هون خلينا نركز عن موضوع وقت الفراغ وقدم ممكن يأثري يعني بهذا الموضوع بنعلم في الإرادة اللي بتلعب دور سواء كان بغض نظر عن الوضع الاقتصادي للعائلة الشاب اللي بده يطور نفسه بده يطور موهبته إيش مكانة يبحث عن هاي المساحة ممكن يلاقيها ولكن شفنا بالحلقة الشباب يعني كان فيه نموذج جدا بسيط إنه مبسط مشكلة مشكلة بسيطة لأنه ما لقوا إيش يسووا بنماذج أخرى بنشوف إنه وقت الفراغ ممكن يؤدي لمشاكل كتير أكبر بصيروا يتفششوا الشباب ببعض مثل ما بنشوف يتسكعوا في الشوارع ويسووا مشاكل أخرى لو تحدثنا عن هذا الموضوع سيد مراد يعني قدي الوقت الفراغ ممكن يخلق هذه المساحة اللي ممكن يسيب فيها مشاكل أبدأ أحكي بك أكتر من موضوع بداية أبدأ أعلق على البنحك فيه خلق بين فيه ثقافة استهلاكية كبيرة فيه ضرورة نفرق بين الشيء الاستهلاكي وبين المبادرات الإبداعية بين النوادي اللي بتفتح المجال للشباب يتدربوا رياضة وبين القضايا الاستهلاكية أو المؤسسات الاستهلاكية أو المحلات التجارية فيه خلط كبير في هذا النقطة نقطة تانية بدنا ننسى أن منطقة الوسط كلها في الضفة لا تشكل لنسبة بسيطة من عدد السكان في الضفة وفي قطاع غزة يعني تقريبا بمثلوش 20% من عدد الناس اللي موجودين في منطقة الجنوب في غزة وفي الخليل وهو دولة الناس مش متوفر لهم الأشياء المتوفر يعني الشكوى في رمالة بطر لأنه فيه سريي وفيه نوادي كتير وفيه بندول من يعمل أسماء يعني بشكل عام الشكوى في رمالة متبطرة لأنه فيه كتير مؤسسات اللي فاتح مجال واللي أصلا بس ممثلي في منطقة رمالة والكدس أو بيت لحم وغير ممثلي في مناطق كتير اللي فيها عدد السكان أكتر وهذا منوافق فالسؤال عشان أربط السؤال اللي أنت حكيتي عنه أنه بالفعل المشكلة هاي في مناطق تانية تواجه بحلين مش دائما العنف مش ضرورة أنه العنف في الأرياف أو في المناطق البعيدة عن المركز أو عن الاهتمام فيها عنف فيه هناك مبادرات ممكن حتى المركز يعني من نوع تاني فيه العنف هذا موجود يبدو العنف إليه كمان أسباب غير بس شعور بالملل بالعادي حكوا أنه الملل أو الشعور بالملل يولد اختراعات يخلق نوع من الإبداع شباب يختاروا يعملوا أشياء جديدة وفيه شغلة كمان مهم نحكيها أنه الشباب بنقدرش كمان نلوم بس يعني لما بنحكي مسؤولية الشباب بنحكي أنه يبدو أنه الشاب أو الصبية لما بيصطدموا مع واقع اللي فيش فيه مؤسسات بتتيح أنه إحنا نمارس هوايات أو نمارس نشاطات أو نمارس أو حتى نلاقي مطارح للترفيه يبدو أنه ساعتها عنده مسؤولية أنه يخترع هذا أو يلاقي طرق يرفع عن حاله أو يمارس الهوايات اللي عنده لكن هذا مش معناته أنه الشاب هو المسؤول بمعنى الحق عليه في حد استخدم عبارة الحق عليه لا الحق مش عليه الحق على الناس البالغين أو الناس ما وجهوه مش بس ما وجهوهش اللي مش عم بتطلعوا على هذا الشاب أنه هو هذا عملين الثروة تبع البلد فيشي عندنا لا نفط ولا بترول ولا زراعة ولا شي يعني الحمد لله في البلد الوضع تبعنا الطاقة اللي عندنا هي الشباب وزارة الشباب جزء كبير منهم مش بس بفكر بالعنف في أخطر من هيك كتير من الشباب اليوم لما منحكي مع الشباب في بلادنا بستنى بس يخلص التوجيه عشان يلاقي فرصة يطلع من البلد ولما بطلعوا من البلد ده مش يرجعوا بطل هذا المكان للأسف عم نخلقوا كمان إحنا كبالغين بغض النظر سواء كنا ممثلين لسلطة أو لمؤسسات أو كأفراد كمان الأهل مسؤولين للعشرة طقم البلد يا صاحبنا أوف 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 شو هاد يا زلماء شوف هي لازم أكون أنا بزنس مان عشان أشتريني تيشيرت في هالبلد أنا حطلب هك شطلت أطلبه زيني لا والله شكلي أنا ما را هطلب وراك ليش إننا سعين سنتين هلا من اللفلي في البلد تعبانين أطلب لك شي إذا ما شو بدي أطلب وتورج عشرين شيكل حقك عسل تعصير الله هو أكبر مشكلة أنه عندك فيلم نزلت عن النط آفرى نور مالرعب صافي أوكي يلا روح أحضروا وينكم تحضروه في مجرعة ما نحضر عندك بالبيت أبوي برداش ليش برداش إلا نصف نهار من اللفع الفاضي طب نيجي نحضر عندك ما ليش والله يا ليت أخوي يمساطر على الكمبيوتر من الصبح طب شو تروح على المنتزى طب لا شو منتزى ممتزى ممتزح أنت تتاني عائلات وممعائلة بني شطش مبت فيتك بنات طاليا بس يعني إنو نعيشي عرض يب شو هاليوم هون شو خيال إيش ممنوع لسا قبل أسبوع عين لأ العائلات بس اليوم يعني عندما المؤخذة في لوح مكتوب يعني ممنوع هيك لا اليوم للعائلات هيك قوانو المنتزى يا كبير التشاف لدينا ثلاث إخوة لأيلي ثلاث إخوان وروس بس الو نقعد هيك نستريح شوية عشر دقيق والله مشوار عيجي حديث سامحونا بعد إيش شو بدنا نساوي يلا تفضل وإننا شغال تراهن إنو مش رح نفوت لا بنفوت خيفش طب تراهن بروهن يلا بروهن معاك هلا بتشوف أنا اليوم زفت من أول وباين يزا لما شو حكيها لك فيه تحضيرات لما براه ما براه هيروح حلعنا التحضيرات شوفنا الشباب خرجوا من الامتحاد واصطدموا بالعديد من الناس اللي ما يعطوهم المساحة إنهم يكونوا موجودين يعني ممكن عندهم مبرراتهم أسبابهم ولكن هذا الضغط اللي ممكن يوقع على الشاب خصوصا إنو الشاب لمرحلة عمر المراهقة وأكبر شوي بنشوف إنو التعامل معه ما بيكون بشكل صحي أو بشكل معقول اللي شاب ما يتصرف بطريقة مؤذية المراهق عنده مرحلة أزمة مرحلة ما بين طفولي بين شخص اللي معتمد على الأهل في الطلعة وفي الروحة وفي الجاية وفي النشاطات والمهارات تبعونه وبين شخص اللي بده يدخل لعالم البلوغ ومش عم بقدر لأنه بقدرش يستقل مفيش عنده الإمكانيات يروح ياخد بيت لحاله ويمارس استقلالية كاملة بالإضافة لهيك أنه في هاي المرحلة كمان بلش تنبنى هوية هذا الشخص طبعا فيه وعشان هيك هذا اللي عم نربطه في اللي حكيناه سابقا أنه هاي مسئولية أنه كيف المجتمع المجتمع بكافة المؤسسات تبعه يوفر بيئة تسمح للشباب من جانبي عبروا عن هذا التوتر الناجم عن مرحلة المراهقة الصعبة اللي فيها كتير صراعات وفيها كتير أزمات سواء أزمات في الهوية الجنسية سواء أزمات في الهوية الذاتية للشخص هويته الشخصية شو بحب يكون المودلز يعني النماذج اللي إحنا بنقدم له إياها واليوم كتير مرة بنشوف أنه الشباب عم بأخذوا نماذج بطل فيه نموذج محلي فيش نموذج محلية فيش حدا اللي باهر الشباب اليوم عم نلاقي الشباب عم فتشوا على نماذج إما من التلفزيون وللأسف مش كلنا منطلع مغنيين مش كلنا منطلع ممثلين فيش شي إمكانيين المسرح والسينما والغنى يبدو أنه ما بقدروا شي ياخدوا أكتر من اللازم يعني بكف نشوف بعض البرامج الترفيهية في بعض المحطات الفضائية العربية عشان نعرف أنه أزم في العالم العربي أي حدا بيجي بقول بدي أسوي مصابقة غناء بلاقي ممكن نص الشباب لأنه فيش شي نماذج ثاني عم نسمع نماذج مين السياسة العربي اللي عم بيبهر الشباب اليوم بدون ما نذكر أسماء ممكن من العالم العربي كمان أو المفكر العربي اللي قادر يمسكهم أو حتى يحكي باللغة تبعهم كمان السياسيين والمثقفين مش عم بقدروا يحكي مع الشباب صحيح قلة النماذج والقدوة ممكن تأثر مثل ما حكيت بس هون خلنا نرجع للشباب يعني شفتوا الشباب في الحلقة اتعرضوا لكثير من الضغوطات لو كنتوا محلهم كان شو تصرفتوا يعني هم شفنا أنهم كانوا طويلين بالنوعا ما نسمع هون الصبايل ما يشاركوا الشباب اسم آية الرجوب بن الخليل هسا هم الشباب بيختلفوا عن البنات نوعا ما بس هم كان بس أنه بدهم مطلع من امتحان يرفهوا طبعا ضروري يحوحوا على محل معين لأنه ينبسطوا مع بعض بقدر يروح على أماكن عامة بقدر يفوتوا فيها بدون ما يكون للعائلات فقط أو لأنه يدفعوا فيها مصاري أو إنه ممكن إذا مشوا مع بعض بالشارع أو ضلوا بالجامع بسطوا مع بعض أحساب من مئة مكان الانبساط مش بالمكان بالنجمعة وجهات نظر تارير شادي لو أنت محل أحدا من الشباب كيف تتصرف أولي شي أنا بشوفش إنه الغلط إنه بس في الأماكن من روح عليها أنا شاف إنه أماكن من روح عليها محدودة يعني بس مطاعم كفشوبات يعني انطارت من روح على نادي صحي دبكة موسيقى بس فيش منشوفش مثلا زي ما في دول الغرب مثلا محلات ملاعب تنس ملاعب رياضة كتيرة باس كدنا الحكي يعني بس عادينا نفكر بس في المطاعم إنه كيف أديش غليها وهيك بس نطلعش على مدى العام إنه بس إحنا منطلع بس عمطاعم إحنا ما حددين في المطاعم وفي الكوفي شبات فهي تطلع تبعة الشباب بس إنه مثلا واحد عنده رياضة زي مثلا تنس يعني لازم يسجل في نادي أبصر شو قداش دو يدفع عشان يدخل هاي الرياضة فعشان هي الشغلة مش إنه بس إنه مطاعم غالي وهيك بس إنه قداش في مدى إنه إحنا نروح أكتر إيش من غير مطاعم شادي لو أنت محل الشباب اللي كانوا بالحلقة كان كيف تصرفت؟ يعني ممكن أنت كمان خلصت امتحانات وواجهت نفس المشكلة وتعرط لدغوطات أنا يعني من الأساس أنا عارف إنه كل شي رح يكون موجود قداما فيا ما بروح الكهوة يا ما بروح على الفنون يا ما بروح على الفيسبوك لأنه خلص صار في روتين معين إنه يا أما هدول الثلاث يا أما خلص أروح على الضارة قاعد نسمع شراب ثانيين هلا أنا البصون إنه لو أنا كنت محل البنات كان أول مرة بخسر تاني مرة بخسر بس بوصل لو حد إنه أنا ما بقدر أتحمل يعني خيارت كل خطاطية عملت كل إشي فيمكن أنا بوقف بوجه هذا المحل أو بحكي مع المسؤول إنه ليه أنتو بتمنعوني ليه ما إحنا من حقنا إنه ندخل نقاط زي بقيت للشباب والصبايا إنه ليش دائما المسؤول أو صاحب المحل إنه خلص لسن معين طيب إحنا مش إحنا عضو من هذا المجتمع لما ندخل لما نحكي لما نقاط ينبسط إنه نكيف كيف يأثر عليك هذا الرفض الضغط غير خطاتك أكثر من مرة وتتعرض لهاي الضغطات مثلا؟ بحس أول شي إنه مظلومة إنه ليه كل شي بوقف بوجهي إنه بصيرا فيه اكتئاب نفسيتي بتتعب إنه بس الواحد كمان مش لازم إنه خلص يستسلم فيه ألف محال بقدر واحد يروح عليه هلا في هذا المجال مهم جدا مرة تاني نرجع إنه نحكي عن قضية إنه الشباب لما نحكي الشباب مسؤولة إنه مصطدم بواقع اللي فيش ومش عارف إذا اللغة عم توصل عم نحكي بالظبط كان بالفعل زمان يعني إحنا خسرنا مش إنه نتيجة للتطور إنه ما كانش عنا ومش عم نتطور فيه شغلة تاني الدولي الدول الغربية هي دول منتجي مش مستهلكي إحنا شحّدين ببساطة عشان إحنا عالم ثالث وشحّد في العالم الثالث يشحّد لقدرش تروح تشحّد مسبح لكل مدينة في فلسطين وشو اسمه والمدن مثلا في ألمانيا لازم تقدم للناس عندها مسابح والمسبح هناك معناته صيانة طول الوقت ومي سخني في الشتوية وصحات كبيرة وواسعة إذا بنا نروح نشحّد ونشخرط منقدرش يبدو لازم نصير منتجين إذا الشباب مش عم بكون كمان قادر يكون ثقافة إنتاجية ثقافة إنه ممكن عزم أصحابي بنقعد تتفرج على فيلم في البيت وأنا عملهم الشاي أو الهوت شوكولات زي ما بدكم إذا بتحكوها ساعتها رح أظلني أنا دايماً بفتش على إمتى رح يكون معي مصاري عشان أروح على المقهة هاي النقطة الخلاف الأساسي لألا بنفكر بطريقة استهلاكية وفي المجتمع استهلاكي وبنت الشباب مستهلكين كمان رح أظل هذا المجتمع استهلاكي وشوي كمان متسول إذا بدكم إياها بلغة أبسط أستاذ مراد كنصيحة ختامية أو توصي ختامية من حضرتك بنقول يعني عم بتقول إنه نبحث عن بدائل إحنا أنفسنا الشباب ما نعتمد على مؤسسة أو طرف يضل يدللنا يوجدنا حلول إحنا أنفسنا نبحث عن مبادراتنا الخاصة طرق ترفيه ممكن نعبي فيها وقتنا بشكل إيجابي أقول لي إذا بتأيدني أو لا وأعطيه نصيحتك النهائية بشكل مختصر لو سمحك طبعا هذا الحل اللي اقترحته لأنه هذا واقع يعني المؤسسات إما لا تستطيع أن تقدم هذه البدائل أو غير معنية بهذه البدائل الشباب كذلك لازم يخرجوا اليوم التكنولوجيا عم تنسيهم في كتير شغلات مش عم تعطيهم وقت لبعض يبنوا علاقات أكتر تكنولوجيا عم بتخبيهم من أنهم يبنوا علاقات صداقة وكمان يستخدموا القراءة مثلا القراءة مهمة جدا الكتابة مهمة جدا ممكن في الحارة تبعي أو في الحي تبعي أو في المجموعة للصف تبعي أعمل مبادرات كشب أو كصبي أو كمجموعة شباب والصبايا نعمل مبادرات في كتير شغلات في كتير شغلات اللي ممكن يطلعنا من حالة الملل اللي عم نحكي عنها ممكن نمارس من خلالها هوايات ممكن حتى بعد فترة يصير هاي المجموعات قادرة على الضغط على الناس الموجودين عندهم في البيئة المحلية في المجتمع المحلي في المؤسسات إنه إحنا لازم ينسمع صوتنا وفي اليوم شباب في العالم عن بالشو يعملوا هذا الحقيقي وبهيك سيد مراد بيكون طبعا في تفكير إيجابي عند الشاب وما بيقدر موضوع لأنه يسوي أي سلوك ممكن يكون يقضي نفسه أو غيره فيه يعني يتفشش بشكل سلبي سواء على عيلته أو سورته المجتمع اللي هو عايش فيه نتمنى طبعا الشباب يكونوا سمعوا هذه النصيحة ويأخذوا فيها تفكير إيجابي مهم جدا وممكن يخلنا نتجنب العديد من المشاكل اللي ممكن نوقع فيها جراء سلوك ممكن يكون سلبي فيه أي إشي حابين تحكوا جمهورنا أي نصيحة ختمية تفضل أسعد نسمعك سارة وعلي أسعد تفضلي أول إشي على اللي أنت حكيته شكل مختصر أوكي إنه لازم الحق إنه المفروض الشباب هلأ يطلعوا هم يبدوا هم يبادروا يعني الشباب هلأ أغلبهم قاعدين بالمدرسة وبالجامعة بلاش يحكي بالجامعة إنه مسؤوليتهم منهم يدرسوا عشان يقدر يعمل الإشي اللي أنت بتحكي فيه يعني أول إشي هلأ الحق مش عالشباب مفروض الدولة وناس تنين هم اللي يوفروا هدول الشغلات للشباب أوكي ما فيش دولة ما هي دولة ما فيش شي وقلنا هي عالم ثالث عم تشحد المصاري من العالم الأول عشان تسوي شو سموهادي يعني عشان نكون مواقعيين عشان نتعامل مع الواقع نسمع الشب باسل بعدين نشاب الوضع أسعد كنت بكتعلق بعضا ما عليش أنا بتدحكي للأستاذ شغلة إن كنت بتحكي بأس بشغلة بسيطة جدا إن كنت بتحكي عننا شحادين عشان معناش مسابح صموان مش لايين يأكلوا ما حكيتش عشان صموان مش لايين يأكلوا تمام يعني انت زالت عشان معناش مسابح أوكي بس إحنا بدناش برضو نحكي إنه فيش دولة وفيش يعني إحنا حسن من غيرنا كدير معنهم فيش شي صروف السيئة اللي إحنا عايشين فيها بس إحنا الحمد لله عايشين منيح هلأ في مشكلة شغلات ترفيه محلولة بس إحنا بدناش نوضح نورجز الصورة بالزواد يعني تمام بس إن عشان شكرا باسم سمع بعدين ناخد أسعد بس بدي أحكي نقطة إنه في بالنسبة لإلي أنا قبل فترة كنت حضرت مؤتمر الشباب التاني اللي صار بالهلال الأحمر وحضروا الدكتور سلام فياد ففي هذا المؤتمر تم طرح كتير مواضيع بصورة كتير مباشرة ويعني هاي الاشياء اللي انطرحت يعني قيد التنفيذ يعني الشباب مش قاعدين ساكتين زي ما ممكن أنت حضرتك فكرت إنه في مبادرات وفي يعني وهذا بس إن شاء الله هلأ دور الحكومة إنها تستجيب ونصيحتي هلأ لكل الشباب اللي عنده موهبة يحاول ينميها يعني اللي دايما بس بدي يضلوا قاعدوا مكتف ويحكي بإنه بستنى حدا يسويه ما عمره بصير نسمع أسعد ناخده آخر تعليق معنا اليوم بس حبيت أحكي للأستاذ إنه نقطتين هم أول إشي التكنولوجيا مش ضرورة تكون هي السبب لأبعاداتنا أول إنه اللي خلت خليني نحكي إنه اهتمامنا محصور ترجع للبناء آدم اللي هو في شو هو مهتم وبالعكس ممكن التكنولوجيا هي تسهل عليها أكتر بكتير يعني من أنه يوصل مكتبة وإشي ممكن على النت يعني يشوف إش ما بده يعني ينمي مهاراته في أي طريقة هلأ تاني إشي أنت بتحكي عنا شهدين طب يا عم هاي المصاري اللي نشحده من بره ليش ما نستعملها في إشي استثماري ليش ما نطور البلد يعني مش نشحد من نشحده مش قاعدة بتتطور البلد يعني إحنا متطرين نختم من التعليقات نهون نسمع تعليق أخي منك للأسف إنه مرات نفهم بعض الملاحظات بطريقة خاطئة هون أنا ما حبت يعني ما كنت أول شغلي قلت إنه بما إنه الواقع مرير إنه المؤسسات اللي لازم تتحمل مش موجودة أنا مش بأمن فيه كتير حكي عن مبادرات ونقادمون وسائرون ونحو تحقيق وعم نحكي هذا حكي عم نسمعوا إنه تشكلوا عشرين سنين فجزء كبير منه عم بصير بهاي الطريقة الشغلة الثاني أنا بوافق البعض هون بوافق إنه أنا ما حكيت إنه شهدين لأنه في شي عنا مسابح لا بنقدرش نطلب من الدولي اللي هي أصلا مش في شي عندها ميزانية خاصة فيها واليوم عم تتبهدل عشان تسوي ميزانية أكتر ما بتقدر يعني عشان نضرب بقوله ضربة على الحافر وضربة على السنديان يعني بطريقة موازن يعني المسؤولية تقع على الجميع المسؤولية تقع على الجميع تقع على الأهل كمان تقع على الشباب إنه في حالة وركزت إنه إحنا ممكن في رمالة هون الوضع غير سيء بالنسبة لمناطق كتير تانية للشباب فيش عندهم حتى نادي يعني نادي في البلد نفسها بكونش مسبح بكونش ولا مطرح يتعلموا موسيقى أنتو عندكم كمان جاتي وعندكم معهد ثلاث معاهد أو أربعة في رمالة فاتحين فرصة لتتعلموا مصاري أوكي هذا المشكلة هلأ إذا فيش هي روحوا توقفوا قدام هاي المعاهد وطالبوا يقولوا يا عم إحنا بدنا ناس تعلمنا موسيقى مجانة هل في إمكانية؟ هاي المبادرات الشبابية الضغط على الدول الدولي مش دائما تقدر كمان تسوي كل شي للعالم سيد مراد عمر أخصائي نفسي علاجي من المركز الفلسطيني للإرشاد نشكرك على وجودك معنا وعلى هذه المساحة الإيجابية اللي عطتنا يا هلا التفكير وجمهورنا أنتو كمان نشكركم على النقاش اللي أمتعتونا بحيشتنا اليوم فعلا التفكير الإيجابي ممكن يغير حياتنا لأنه بكل الأحوال المسئولية تقع على عاطق الجميع مؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمع، الأهل والشباب أنفسهم بس بدل ما نضيع الوقت ونقعد نلوم بعض الشباب أنفسهم ممكن يبلشوا بهذا التغيير نبلش فيه بوقت فراغنا أنه نحدث تغيير ونطلع مبادرات ممكن تفيدنا وتفيد مجتمعنا مشاهدين الأعزاء حلقتنا من عيد للعشرة بهيك بتكون انتهت قدمنا لكم إياها من إنتاج الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل نور الشباب بيالارا وتلفزيون القدس التربوي وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كورد إيد مشاهدينا كالعادي بنحب نذكركم أنه دايما ننعد للعشرة واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حعيد للعشرة عيد للعشرة طول بالك يا صاحبنا عيد للعشرة طول بالك يا صاحبنا شو الأخبار كيف حالك لأ طول بالك وقف فكر حل الفسد بعدين قرر لازم تغير لحق حالك هشغلش بالك قوعة تكون متحير الصح من الغلط بيبين والله مش مساهلة تعملش من الحب بقبة المشكلة الصغيرة بتنحل بس لكبيرة سعبة ما تخليش رضبك يعميك واحترم كل اللي حواليك اسمع مني وبسمع منك هاي القصص بدها هيك أبو الشريك كلنا أولاد بلد وحدة وزا زبطنا الحارة بنكون زبطنا الدولة قوعك تستسلم من أول جولة خليك متبسم حياتك بتصير سهلة عيد للعشرة طول بالك يا صاحبنا عيد للعشرة طول بالك يا صاحبنا صاحبنا مرحبا ترجمة نانسي قنقر شكرا